صب ملك بيري على الطلاب اللي صارت منه مصلاح من وراء الكواليس طلع لهم حقيقي عم بعلقوا عم مباراة ليفر بول طبعاً ونجمهم المفضل مصلاح إلا إنه مصلاح موجود قلباً وقالباً موجود فأكيد فيديو حلو هو من السنة الماضية لكن حبينا أنه ينزل لك وهي مفاجأة سارة أنا بس بدي أوجه تحية لكاتيا حتر وحكيها هي محظوظة لسببين أولاً طلعت مع نجمة القناة الرياضية هذه إضافة وأنا شخصياً برضو هي كانت إضافة إلي وثانياً هي أستاذ لؤي هو أستاذ مبدع فإحنا نشتغل معايا هذا إضافة برضو إلا هلا نحن ننتقل لبطل أردن شرق أوسط ونحكي عن موضوع مهم جداً له علاقة بفيروس كورونا وتأثير فيروس كورونا على الرالي ومعنا الكابتن رأفة هارون يسعد صباحك يسعد صباحك كيف حالك تمام الحمد لله أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك بداية نحن نحكي على سبب الفيروس الكورونا كيف أثر على الرياضة على الفيروس الكورونا خلينا نحكي عطل مجال الرياضة لأنه أنت عارف هلا الرياضة هي معتمدة على الدريفت والسبيد والراليات وهذا كلياته بيأخذ يعني كتير قدر كبير من الجمهور طبعاً الفيروس ما في جمهور منع الجمهور تقلصت عدد كبير من الراليات والدريفت يعني إحنا بنلعب تقريباً خمس سبقات لسبع سبقات في السنة صار عنا بس سبقين طبعاً سبقين ما بتقدر أنت أصلاً تقدر تحصل نقاط بشكل كتير مباشر لتأخذ البطولة كانت شوي يعني خلني حكي إليها حظ أكبر من ما أنت تكون بطل لأنه غلطة صغيرة ممكن ترجعك من أول لعاشر فهي كانت صراحة شوي تأثيرنا كبير يعني كانت مشكلة كبيرة صراحة موضوع الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 يعني هي بعد كرة القدم الرياضة الاولى فهي رح تلاقي صعوبة للأردينيات السيارات بتكوين عدد السباءات لانه هي فيها جمهور هلالسبيت تست جمهورهم خلنحكي محدود لو دخلوا جمهور رح يكون عددهم يعني خلنحكي بقدر يسيطروا عليه بينما الدريفت صراحة جمهورهم بالالاف وخصوصا هلأ يعني المتسابق نفسه متشوق يسابق والجمهور اكتر منه بده يحضر دي تفرج بس حكينا عن موضوع الرعاية والشركات الراعية انه هلأ بتتأثر بجائحة كورونا هل بلشوا ترتبوا للسنة الجاي ولا لسه شوي شوف هلأ صراحة أنا مرتب وعندي خطة وعندي كل شي نستني خلينا نحكي اللحظة اللي تطلع فيها الكالندر لقدر قعد مع السبونسور أشرح ولو ما في سباءات صراحة أنا عندي خطة بديلة نقدر نسوي رعاية مع شركات باشي مختلف تماما عن رياة السيارات بتجيب جمهور كتير كوي حتى هو بالبيت أن طريق السوشيال ميديا في أفكار فيديوهات وإلى آخرة بتقدر توصلي دعاية أقوى بكتير لو ما صار في سباءات وزي ما حكت ميسون أنه الإعلام هو داعم رئيسي ودائما الميسون هي من أول ناس يدعموا كل الأنواع شوف عفوا الميسون إن شاء الله أنا سأتطالع محا أكتر من مرة مهتمة جدا بالرياضة شوف الإعلام هو الريئتين باختصار الإنسان ما بقدر عيش بدون رئتين من دون رئتين الإنسان صعب يعيش والرياضة بحاجة لإعلام وكتير قوي نتمنى حتى جهودكم مشكورة بدنا بصراحة زيادة أكتر إن شاء الله تكونوا متواجدين دائما إن شاء الله في سؤال حزين بدي أسأله لكتن هارون ممكن أسألك سؤال حزين كنت تتخيل عشرين عشرين تكون عليك هيك يعني ليلت رأس السنة احتفلت ما احتفلت كتبت أكيد كلمات على سوشيال ميديا كنت متخيل السنة تمرق عليكم هيك عليك وعلى زملائك كمان ومنافسينك بالساحة شوفي خلينا نحكي عشرين عشرين هي كابوس مش لقلي هو كابوس للعالم ككل في كتير رياضات توقفت تماما في كتير طموح لشباب ولناس حتى تأجلت والتأجل ممكن يكون إلى إنهاء التفكير اللي هو عم فكر فيه أنا مثلا ممكن حتى بالشغل العمل تبعنا يعني العمل تبعي الخاص أنا وقف تماما من شهر ثلاثة ما في دوام أمر دفاع فهذا الحكي حتى أنت بتكون يحط خطة بالزمن بسنك بتفكيرك بوجود رأس المالي اللي معاك عشان تقدر تعمل فيه إشي وقف لما وقف ممكن يكون انتهى يعني أنا في عندي كتير مشاريع انتهت تماما بالرغم أني صويت برومو ولا إلها بشهر اثنين بس انتهت وصعب ترجع لسنوات إن شاء الله العوض بكم بالإجاعة إن شاء الله شكوين جدا توجدك أنا ويعطيك ألف عفوة شكرا إن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله لا شوفي الآن التفاعل موجود وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله والآن رح ننتقل مع إسراء مبيضين وتقرير عن نادي دلسال وبطل دوري الطائرة للسيدات